كابت المحمد اخبارك ايه مشرف ومنور الحمد لله كله زي الفول عامل ايه انت بتتكلم في مرحلة جديدة مع البنك الاهلي مرحلة ان شاء الله كلها نجحات زي ما كان مشوارك كله نجحات ما شاء الله عليك ان شاء الله يمكن نادي البنك نادي بقاله فترة موجودة في الدور الممتاز السنة دي عملنا تدعمات كويسة جدا عندنا طموح وعندنا امل نعمل حاجة السنة دي عندنا حلم ان احنا نلعب عفريقيا فكل اللعبة اللي موجودة بالجهزة الفني بالاداري بادارة البنك كلهم مهتمين جدا بالفريق عايزين نعمل حاجة السنة دي كل اللعب جاي عنده طموح عايز يوصله عايز يحقق حاجة مع فريق جديد فان شاء الله ربنا نكرمنا السنة دي بإذن الله ونقدر نعمل حاجة كويسة ليه اخترت البنك الاهلي انا عايف ان انت كان عندك عدد من العروض كبير جدا بس اش معنى البنك الاهلي اللي اخترته في النعاري والله اخترت البنك الاهلي ممكن نفسيا ومعنويا الناس اهتمت بشكل كبير جدا اتعاملت معاك اللعب ورفيشنال يعني حتى معظم الكلام اللي كان بتكتب و اللي تقال ما حصلش انا مش فاهم كان ليه الاكتهادات دي كلها اللي بتحصل او الحرب اللي كانت دايرة ان الموضوع عبو جابل انتقل فين او يروح فين او ميروحش فين عشان درجم يعني اكيد نجمي بس كان فيه اسباب رأسية من ناس معينة كانت بتحصل يعني ما كانش لها داعي بس الحمد لله يمكن انت بتتكلم على المشكلة اللي تقالت اللي بينك وبين رئيس البنك الاهلي رئيس نادي البنك الاهلي الزبط كده حصل مشكلة بينك وفجأة لانا كنتوا اتنين وقفين بتتصور مع بعض يعني سيادت لوه اشرف عاملني معاملة من اول يوم قابلتوا فيها بيقول لي انا والدك وانت ابني فما كانش لي لازم اللي بيحصل والاجتهادات اللي كانت بتحصل عشان يبوازوا العلاقة او عشان يبوازوا الدنيا او ناس لها مصال ما كنتش فاهم اي اللي قادر يحصل بتكلم الاجتهادات دي ليه ما عرفش بصراحة آه والغرض ما ما معرفش إيه اللي بيحصل بذات زي ما أنت قلت أنا يمكن جات فترة علامة فترات كات أفريقيا كلها ومعظم العالم كان بيتكلم عني وأدائم على المنتخب وبعض البطولة من بعد ما رجعت بحس إن فيه ناس بتتصايد الأخطاء بحس إن فيه حاجات غريبة كده مش نورمال يعني اللي بيحصل في الكرة مش طبيعي فما فيش مشكلة أنا راجل بكتهد وبقدل علي وربنا شايف وعالم ما بقزيش حد ما بدايقش حد والحمد لله ربنا بقفاني هذه الظروف الخارجية لو اعتبرنا أنها صحيح هل في الفترة ما بعد كأس الأمم الأفريقية شايف إن محمد أبو جابل أضار مشواره المهني بشكل سليم من ناحيته هو أنا من ناحيتي مغلطتش في أي حاجة أنا ما أصرتش في أي حاجة أنا عملت كل الإجتهاد وكل الحلول اللي ربنا منعلي بيها واللي أنا كنت شايفة في الوقت ده صح لكن لسبب ما الظروف كلها تلغبطت وما حصلش اللي أنا كنت عايزه يمكن دي كانت حكمة ربنا برضو في الأول وفي الآخر ما قدرش أقول ما قدرش أعترض لأن في الأول وفي الآخر كلها معطيات وكلها أسباب بتحصل إحنا مشيين في الدنيا كده يعني كلها أسباب وكلها معطيات بتحصل بناخد بالأسباب ربنا بكرمنا بيها ما بناخدش بالأسباب ما بتحصل أكيد طبعا مزعلان ربنا أداني حاجة كويسة في وقت من الوقات ويما أخذها مني أكيد أنا مستنى الأفضل منه البنك الأهلي الموسم اللي جاي بتعندك من منافسة كبيرة جدا مع الزنفوليو وعمل أداء رائع جدا الموسم الماضي قدرك دايما أن يبقى معاك حارس تاني منافس قوي جدا مش حارس تاني قليل في كل مكان أنت لقبت فيه كان عندك حارس تاني وماشاء الله كنت بتثبت وجودك المنافسة بينك وبين الزنفوليو والله يمكن المنافسة كبيرة جدا ما بيني وما بين صبحي والزنفوليو وصبحي من اللي جاني كويسة جدا مع البنك وقدم أطشاط كتير يمكن المنافسة ما بيننا من أول يوم إن إحنا كلنا نتمرن كويس ونبتهد لمصلحتنا ولمصلحة الفرقة إحنا اللي هنحط الفرقة في موقف سليم في ترتيب كويس في الجدول في أداء كويس وكل ده هيعود علينا إحنا بالنفع لمصلحتنا إحنا الشخصية ولمصلحة الفرقة فهو ده كان اتفاقنا وهو ده اللي إحنا شغالين عليه وهو ده مع كبت الخاد متولي مدرب لجوان فعندنا سيستم ماشيين بي من أول السنة وإن شاء الله نقدر نحق حاجة زي ما قلت لك في البداية هل حصل تواصل بينك وبنجاز الفاني المنتخب مصر فترة مضايق الجاز الجديد؟ المنتخب مصر ده شرف كبير لأي حد يمكن أنا جربت ولعبت بفترة المنتخب يمكن أتمنى أن كل يوم وبعند مطش منتخب أكيد حصل فيه تواصل ما بيني بس طبعا هم الناس كلموني بسبب الظروف اللي كنت فيها وبسبب أن أنا كنت لسه ما روحتش نادي يعني مخلصتش مع نادي كان عندي كمية مفاوضات كبيرة فالناس فضلوا أن هم يعني يخلوني برة مستبعد المعسكر ده وإن شاء الله الأيامات جاية يكون في آخر في وقت من الواقع المنافسة بينك وبين محمد الشيناو كبيرة جدا لدرجة أن فيه ناس كتير يبتقول أن محمد أبو جابل يستحق يبقى الحارس الأول ليه منتخب مصر حاجة أنك بعدت عن المنافسة دي؟ لا خالص لا خالص ما فيش حد بعيد عن منافسة منتخب مصر أو عن أنه يكون موجود في حراسة مرمى المنتخب ده حق مشروع لأي حارس وأي لعف في مصر كلها زي ما قلت لك حتى ما بنتضمن المنتخب آه بتبقى فيه نقط أساسية بس اللي بيأدي كويس ولي بيشتغل كويس في المعسكر ربنا بيوفقه وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا زي ما انت شفت ربنا بيغير الحال في ثانية صح في كاس الهم الأفريقية بسواري محمد أبو جابرة كان رقم واحد في مصر آه يعني أنا من فترة من واحد عنده كورونا قبل البطولة اللي ما سافرش اللي سافر بعدها بتلات أيام وصل على أول ماتش ربنا كرامني عدينا أول ماتش وتانى ماتش جينا في الدور الستاشر حصلت إصابة لشناوي نزلت يعني ترتيب ربنا مفيش حسن منه انت الفترة دي بالمناسبة يعني ده بنت ذكرتها الفترة دي كانت فترة مفاجأة آه طبعا شناوي بقاله فترة هو الحارس الأول لمنتخب مصر فهي حارس بديل حتى لو هو اسم كبير واسم كويس الناس كان بتقلق شوية لو الشارك مكان محمد شدا ممكن يحصل المشكلة انت زي كنت جاهز وازاي نفسيا كنت متقاهب لهذه الأمور ازاي أصلا تخطيت كل الضغوط الممكنة يعني انت تتكلم في كاس الهم الأفريقية ده ضغط الواحده لعب المتخب مصر ده ضغط الواحده لا ده انت كمان الجمهور بصصلك انه لا أبو جبل مش هيسد آه ممكن ده يكون طبيعي من وجهة بعض نازل الناس لكن آه عشان شناوي رجل وسبتا بالزات جده يعني ده طبيعي ملعي بكورة اللعيب اللي يكون بعيد غير اللي بكون موجود بالسمرار بس أنا ما بينهما بين نفسي أنا تعبت كتير جدا في حياتي من وانا عند 12 سنة انا شغال على هدف ده عشان أكون موجود في منتخب مصر عشان يمجيه لفرصة في منتخب مصر أثبت لنفسي وللناس كلها ان في حد موجود اسمه ابو جبل جاهز يكون موجود للمنتخب فأي وقت طلبه في الاستعانة بيه جاهز ان هو يكون موجود يعني ده الداني دفع كبير جدا ان انا بشتغل على نفسي بحاول اطور من نفسي كل شوية بخش في منافسات كتير جدا في النادي وفي المنتخب والحمد لله فضل ربنا بوفقني وبكسب فيها كله بالاجتهاب في التمرين والعمل عندي نقطة اساسية باب امركز فيها في حياتي وبحاول اوصل لها والحمد لله كل نقطة ركزتي فيها وصلت لها في تواصل بينكم محمد الشناو مستملك؟ على طول مدنهم وبين كل الناس ما بقدرش اقطع علاقتة مع حد لان انا علاقتة كلها كويسة من اكتر اللعبة اللي انت لسه على تواصل معهم من المنتخب ومن نادي الزمال كتير والله يعني معزم الوقت دايما مع النني ومع ترزجيه رمضان صبحي شناو وحجازي طاري حامد محمود علاق زماية اللي هنا في البنك على طول كلهم معي في التليفون وعلى الواتساب يعني لا كتير مش عايزة نسى حد بس فيه علاقات كتير ما بيننا ما بين بعض وهي دي اللي بتكون الانسجام والحب ان احنا بنقدر جو الملعب نحتوي بعض وكلنا نكون موجودين كرجال يعني بنستحمل بعض في الكلام بنشجع بعض الموضوع بيفرق سداني بيفرق كتير انا هسألك سؤالين في الاخر لقبل الاخير الزمالك هو بياخد درع الدوري بياخد كاس مصر كنت نفسك تبقى موجود اكيد طبعا اكيد شرف كبير ان انا اكون موجود لتاني سنة على التوالي وارفع درع الدوري والكاس لكن لبعض الظروف ما قدرتش ان انا كن موجود في الصورة بس الحمد لله انا موجود في المعنى نفسه يعني انا لعبت عدد كبير من الموضوعات في الدوري وانا لعبت عدد كبير من الكاس يعني الحمد لله بطلتين برضو تحسبوا لي مهما كن ان انا مش موجود في الصورة بشكل ما لكن الحمد لله بطلتينوا تحسبوا لي في التاريخ او في مشواري كله يعني الحمد لله عندي اكتر من 12 بطولة بحمد ربنا عليهم وان شاء الله يكون في زيادة الفترة الجاية ان شاء الله يا رب السوشال ميديا علاقتك بها ايه علاقة كويسة ولا علاقة تزعل ولا علاقة تنرفزة بتتعصم منها والاراء ولا بتبقى ممسوط يعني بتعامل مع السوشال ميديا زي انا عارف ان انت بتعامل مع السوشال ميديا اما بتوصلك وانت بتداقي اما بتسمع حاجات يعني ما حصلتش او حاجات انا انسان بعيد عن السوشال ميديا وحابب ان انا اكون بعيد لان السوشال ميديا بتشكل خطر كبير جدا على الفكر وعلى النفسية وعلى عامل النفسي اللي هم بيلعبوا دايما عليه دايما بيحطوا اللعي بتاع تثبط انه هم ضغوط مضغوط لا السوشال ميديا انا بحاولش ابوص عليها اصلا ولا بحاول افكر فيها ايه اكتر خبر كان مضايقك الفترة ايه كتير الفترة يا خيرها دايقتي كتير بس ايه الخبر الوحيد عشان نقول الناس كمان دا الخبر دايق ابو جبل ومخاشي سحي احمد يعني حاجات مثل زي اللي انت قلته حصلت مشكلة ما بينه وبين سيادتي اللي هو يعني خبر دايقني جدا لان عارف انت ما بيحصل لك خبر في وقت زي ده من في مرحلة زي دي في نفس الوقت ده فبتحس انك انت مقصود من من ناس معينة عايزة عايزة توقعك بأي طريقة ناس اللي عايزة توقعك لسه موجود لحال الوقتية لسه بيحاولوا الوقت لحال الوقتية ايه اكيدا هيفضلوا موجودين لحد ما ابضت الكرة او من بعد ما ابضت كامما انت عندك مشكلة شخصية مع بعض الناس لا لا ليس مشكلة شخصية لا أعتبرهنا مثل مشكلة شخصية ممكن هذه التكون وجهة نظر أنا لكن من ناحية أم يمكن أن يكون معي مشكلة شخصية لكن أنا أعتبره أيضا أنا ما أعتبرهي أو ما أعتبرهي أيضا أمر هذا العداوة أنا عادي جدا أنا طريقة ما أنا موجود أنا موجود وأقدي وهلعب وهنافس وهخش في تحديات وهكسب وهكسر أنا ما أعتبرهي تفتكير البنكي سيصل إلى حد في دين موسمين الي جاي إن شاء الله المرحلة كبيرة جدا احنا نكون من مطمنين ومرتحين ومبسوطين لها ان شاء الله. ممكن مربع سابي. مش بعيد. مش بعيد. مش بعيد خالص. كابتن محمد انت شرفت ونورت. عارف ان كان فيه كلام كتير مفهول نتكلم فيه. بس مش عايز اشغلك بالماضي عشان نتكلم في المستقبل ان شاء الله. لا خلينا في المستقبل. لا مستقبل هو اللي حقق كل حاجة. بإذن الله يا مستقبل عظيم جدا. ربي خليك. حبيبتني ربي خليك. شكرا. مرسي. ده كل قانة مع النجم الكبير. كابتن محمد ابو جبل حارس مرمى فريق البنك الايلي ومنتخب مصر. لسه بكملين مع حضراتكم. خليكم معنا.